اشتركوا في القناة هذه الحلقة رقم 13 والتي نختم بها حديثنا سويا رابي جيسون يسرني أن أرحب بك في الحلقة الأخيرة رقم 13 وأشكرك لأجل هذه الرحلة لقد كنت معنا طوال الحلقات ودوما السلام عليك عليكم السلام من الرأي أن أكون معك أشكرك قمنا بكل تلك الحلقات في الأيام الماضية لكني أود أن أسألك أو ربما يكون هذا سؤال مشاهد ما من هذا الشخص اليهودي الذي يقضي كل هذا الوقت وهو يتحدث مع واحد من المسلمين في السابق في برنامج تلفزيوني مسيحي ما الذي يدفعك أن تأتي وتقضي كل هذا الوقت معنا؟ إنه لشرف عظيم أن أكون معك لأني أحبك كثيرا والحقيقة أن صدقتنا هي بركة عظيمة فأنا أؤمن إيمانا شديدا هو أن الله لديه عهد ومثاق خاص لا مع أبنائي ونسلي أنبياء الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب لا من هم من نسلهم فقط لكنه أيضا لديه بركة خاصة ووعد لأبنائي إسماعيل وأنا أحب الشعوب العربية وأحب إخوتي المسلمين وأريد أن أراهم جميعا متحدين من خلال معرفة المسيح ويؤلمني ويكسر قلبي أني أحيانا أرى أن الناس يشعرون أنهم يجب أن يختاروا فالبعض يطلب منهم أن يميزوا بين البشر يرغمون على الاختيار إما أن يكون اختيارهم أن يصادقوا وأن يحبوا الشعب اليهودي أو يجب عليهم أن يختاروا أن يحبوا ويقفوا مع الشعوب العربية وأنا أؤمن أن الله لا يريدنا أن نقوم بذلك الاختيار أتعلم أني نشأت ومعي جواز سفر كان مكتوبا به جملة بهذا مسموح بالسفر لكل الدول العالم إلا إسرائيل كان هذا ختما ليس على الغرق فقط لكنه كان مختوما في قلبي أيضا لذلك أنا شديد التأثر بوجودك في هذا البرنامج وبحديثك معنا نعم فأنا أؤمن أن الله لا يريد الامقسام لكنه يريد الاتحاد لأنه لنقسام في مملكة الله الله حريص أن يجمعنا معا ويحب أن نتوحد وهناك كثير من سوء الفهم وكثير من عدم التواصل وأشعر أنه كما يسألني الناس يا جيسون أنت يهودي ورباي هل أنت مع إسرائيل أو أنك مع فلسطين أيهما تؤيدك لا عن حقا أود أن أعرف ما هو موقفك من ذلك أجيب بأني مع الاثنين لأني أحب أحب الشعب اليهودي فهم شعبي لكني أحب الفلسطينيين أيضا فقد رأيت المعاناة التي يمرون بها لقد رأيت معاناة الطرفين والحقيقة هي أن هناك أشياء تفعلها إسرائيل تكون خاطئة وقلبي ينكسر عندما تحدث تلك الأشياء وأيضا قلبي ينكسر في نفس الوقت بسبب ما يفعله الفلسطينيون أحيانا وهذا يكسر قلبي بسبب طريقة تفكيرهم تجاه الشعب اليهودي وأتمنى أن لا يبقى الحال على ما هو عليه فيمكننا أن نحصل في المسيح على الحب والسلام وأنا أؤمن أن أحد أعظم المعجزات التي تؤكد حقيقة الإنجيل هي أنه نقض حائط السياج المتوسط ففي يسوع يمكن لليهود وللأمم وللإسرائيلي وللفلسطيني أن يكونوا واحدا فيه وهذا هو ما بقلبي لأني أريد أن أرى البركة تأتي على كل فلسطيني وأن تتحقق وعود الله ومقاصده للعالم العربي والإسلامي كله لكن هذه البركة والمحبة التي تظهرهما هل ذلك لأنك شخص طيب أو أنك منفتح على العالم أو أن هناك أساسا عقيديا لذلك نعم أعني السبب الأول أن يسوع غير قلبه وهو غير حياتي وصلاته الأخيرة التي صلىها يحن إسحاح 17 أن يكون أولئك وهؤلاء الجميع واحدا كما أنه هو والآب واحد يقصد بأولئك هنا اليهود من أتباع يسوع أي التلميذ وبهؤلاء الأمم الذين سيأتون للمسيح وعندما يتحدون معا هناك بركة تنسكب عليهم لكن الأكثر من ذلك أنا أؤمن أيضا أن الله لديه وعود لمصر بالأخص ولديه أيضا وعود للشعوب العربية وعود خاصة إسحاق وإسماعيل من نفس الأب إبراهيم العائلة قد انقسمت ولدينا من الأسباب ما يوحدنا أكثر مما يفرقنا وأحب ما لدي أن أرى المصالحة والاسترداد الإسحاق والإسماعيل من خلال يسوع المسيح من خلاله وحده يصير هذا ممكن هل تعتقد أن ذلك سوف يصر قلب الله أن يرى أولادهم متحدين؟ لا أرى أي شيء يصر قلب الله أكثر من ذلك فأنا أعرف أن أكثر ما يحزن قلبي كأب لأولاد كآبا هي عندما يتشجر ابنايا آفي وجودا مع بعض عندما يسيئاني أحدهما للآخر أنتما إخوة يجب أن تكون أفضل الأصدقاء ودوما ما نخبرهما بذلك ستصيراني أفضل صديقين طوال العمر لا يوجد شيء يمكن أن يؤلمني أكثر لو كبره وهم يكرهاني بعضهما وأعتقد أن قلب الله يحزن ويؤلمه ويكسر قلبه أن أبناء إسحاق وأبناء إسماعيل الإخوة من إبراهيم ونسلهما يرفضون أن يسيروا معا كعائلة واحدة متحدة إذن أنت تؤمن وتفكر في ذلك الاندماج ما بينهم واتحادهم سويا سوف يجعلهم أقوى أليس كذلك؟ بالتأكيد فأنا أؤمن جدا عندما تتحدث عن التأثير في العالم وتغيير العالم فأعظم مصدرين للطاقة أولا الطاقة النووية وتحدث بالانشطار وهو انفصال الظرات والجزيئات مما يخلق إشعاعات وغبارا نوويا إن لم يحتوى يقتل لكن الاندماج هو عملية اتحاد دمج بين الظرات والجزيئات وهو ما ينتج طاقة نظيفة وهذا هو الهدف لذلك فنحن لا نريد الانقسام فهذا يخلق تلوثا ونفايات لكن إذا اتحدنا معا يمكن أن نصير قوة لا يمكن إيقافها وهذا سوف يغير العالم وأشتاق أن لا أرى أي شخص أو شعب يعاني من التمييز وأنا أعرف أن الشعب الفلسطيني عانى كثيرا من الآلام وهذا يكثر قلبه لأنني أعرف أن الله يريد أن يرى الأفضل على الإطلاق لهذا الشعب فهو يريد أن يرى السلام يحل لكن السلام يبدأ ببناء العلاقات ومعرفة بعضنا بعضا وأنا أعرف أننا آمنا بأمور خاطئة فمثلما كتب بولوس في كورينثوس المحبة تصدق كل شيء ويجب أن نصدق كل شيء ونتعلم من بعضنا هل ما تقوله معناه أنك تحب شعب مصر والسعودية ودول الخليج ولبنان والعراق وفلسطين وشمال أفريقيا؟ بالتأكيد فقلبي وقلب الله دوما معهم وكلما تعرفت أكثر على إخوتي وأخواتي من أنحاء الشرق الأوسط والعالم العربي كلما أحببتهم أكثر وأنا أعرف فيهم جمالا في الثقافة والحكمة هذا أمر عظيم حقا هل تصلي لأجلهم؟ بالطبع فأنا أصلي يوميا تقريبا أن يبارك الله الجميع في العالم العربي لكي يحل سلامه وبركته ووحدته لأن هذا هو شوق قلبي وقلب الله أيضا وشوق قلبي يسوع كذلك حسناً أتمنى من قلبي أن نصلي لبعضنا أحب أن تصلي لأجلي وأتمنى منك أن تبارك شعوبنا في صلاتك لهم شعوب الشرق الأوسط من أجل كل مفاهيم خاطئة لدينا ضدك أن يأتي الله بالمصالحة وأنا سأصلي أيضاً ولأن الكتاب المقدس يقول اليهود أولاً سأترك لك الفرصة الآن لتصلي لنا تصلي لكي يغير الله قلوبنا وسأصلي أيضاً لأجل أمتك نعم يا أباناً الذي في السموات وملكنا أنا آتي الآن آتي إليك باسم يسوع وأضع أمامك العالم العربي والإسلامي بأسره وأطلب لهم الحياة والبركة وأشكرك على الثقافة الغنية وعلى التاريخ الغني وعلى المراث الغني الذي أعطيته لهم وأنا أريد أن أصلي أن تستمر يا رب دوماً في إعلان نفسك لهذا الشعب وأطلب أن تمجح كل أمة من أولئك وفقهم في حياتهم وأصلي يا رب أن تطلق البركة لأجلهم بارك حياتهم أصلي يا رب لأجل كل رجل ومرأة وطفل أن تسدد لهم كل الاحتياجات والطلبات الجسدية والروحية والنفسية والعاطفية بحسب غنى قدرتك في المسيح يسوع يا رب أصلي لأجل السلام في زيجاتهم سلام في قلوبهم سلام الشلوم في بيوتهم وأصلي يا رب بالأخص لمناطق مثل السوريا أصلي يا رب لأجل أولئك الذين يعانون من الاضطهاد من أجل الذين يقاسون ويلات الحرب يا رب أطلب لهم الحياة والبركة وأصلي أن تتدخل في وسط هذا كله يا رب وأصلي يا رب حتى لمن ينتمون لداعش ضع بركة على كل واحد منهم أيًا كانت مشاعرهم أو أفكارهم من نحوي أو من جهة الشعب اليهودي يا رب أنا أختار أن أباركهم وأختار أن أطلب منك البركة لهم وأن تعطيهم آخرة ورجاء الآن في اسم ابنك يسوع المسيح آمين يا أيها الإله الواحد الآب والابن والروح القدس يا رب يسوع أشكرك أشكرك يا رب على هذا الوقت مع أخي جيسون أشكرك يا رب لأنك غيرت حياتنا وآتي أمامك يا رب اليوم وأعترف بخطيتي بكراهيتي لليهود أعترف بقلبي الذي امتلأ بالكراهية من نحوهم أعترف بخطيتي أمامك يا رب وأطلب منك أن تغفر لي يا رب أصلي لأجل هذه الأمة إسرائيل يا رب ليتك تباركهم بارك كل طفل بها وكل امرأة وكل شخص يحيى هناك يا رب أصلي أن تعطينا قلباً مثل قلبك قلباً لا يميز بين الشعوب بل أن نقبل الجميع الذين خلقوا على صورتك يا رب أطلب منك ذلك السلام الذي أعطيته لنا أن يحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع يا رب هبنا روح المصالحة اجعلنا نقدم المساعدة للناس ولا نقتلهم اجعل أيدينا لمساعدة الناس وأعطنا يا رب فماً وقلباً يسبحان لإسمك يا رب أصلي لأجل هذه الأمة ليتك تباركهم وأن تتمم مقاصدك في حياتهم ليكونوا ملحاً ونوراً من أجل كل الأمم نسبحك يا رب باسمك نصلي آمين آمين أود أن أقول شيئاً أقول لأي شخص من الفلسطينيين إخواتي الذين يشاهدوننا أنا متأسف جداً إذا أنتم شعرتم يوماً بالتمييز أو الكراهية أو الاضطهاد من شخص يهودي أو من شخص إسرائيلي أنا أطلب غفرانكم وإن قلبي لا ينكسر حقاً بسبب ألمكم وأتمنى أن تجدوا في قلوبكم القدرة على الغفران باختلاف أماكنكم وأفكاركم أي شخص في العالم العربي تعرض للإساءة أو تألم على يد يهودي كن متأكداً هذا ليس ما بقلبي ولا بقلب الله وأتمنى أن تتمكنوا من الغفران كما تعلمنا من يسوع المسيح علمنا أن نغفر لأنه ليس أحد على الأرض كاملاً لقد فعلنا كثيراً من الأخطاء فاعلموا فقط أني أصلي لكي تأتي عليكم البركة وأصلي أن نعتبر بعضنا بعضاً إخوة وأخوات وأصدقاء أمين أمين أود أن أوجه لك الصلاة التي صليتها بشكل شخصي أن تغفر لي كراهيتي لشعبك وأمتك وللشعب الذي تنتمي أنت إليه فهل يمكن أن تراني مستحق الغفران نيابة عن شعوب كثيرة؟ نعم يا رب أنا أقبل طلب أخي الصادق من القلب لأجل طلب الغفران وأنا الآن أبارك أخي وأقبل طلبته ونقول لن نجعل ماضينا يفصلنا عن بعض فننفصل عن الله ولن نسمح لماضينا أن يجعلنا ننظر لبعض كأعداء لكننا سوف نختار أن نحب بعضنا بعضاً لأن هذا هو الطريق الذي وضعه المسيح أمامنا أن نختار الغفران والمحبة والمصالحة في اسم يسوع المسيح أقبل طلبه في اسمه أمين أمين نعم نوم يصلون ثلاث مرات والمسلمون يصلون خمس مرات في اليوم وفي البداية كان محمد يصلي في اتجاه أورشاليم هل هذا له معنى خاص في رأيك؟ نعم بالتأكيد فالشعوب اليهودية يصلون دائماً في اتجاه أورشاليم لأن هذا هو المكان الذي طلب الله من إبراهيم أن يقدم ابنه ثم أعطاه قرباناً بدلاً منه فهو المكان الذي أكد الله فيه عهده الذي أقامه مع إبراهيم ونسله وهو المكان الذي قال الله إنه سيحل فيه بمجده ويسكن فيه وحتى دانيال عندما كان في أسر بابل كان يصلي في اتجاه أورشاليم نحو الجبل المقدس حيث كان الكهنة يقدمون الذبائح والصلوات وذلك ليتقربوا لله وجزء مما يدفعني اليوم للصلاة في ذلك الاتجاه ليس العبادة التاريخية ولا لأن بيت الله كان هناك ليس لهذا السبب بل لأن المسيح يسوع صاعد من جبل الزيتون في أورشاليم وهو يقول إنه سوف يأتي ثانية في نفس المكان فجزء من صلاة في هذا الاتجاه هو صلاة لأجل مجيء المسيح مجيء يسوع الثاني حتى يملك السلام على الأرض ويسترد سلامه أي أنكم تنتظرون مجيئه نعم ننتظر مجيئه حيث عاش وحيث نشأ وحيث سيأتي ثانية مرة أخرى هل لدى اليهود قانون إيمان؟ نعم هناك صلاة أساسية يتعلمها كل طفل يهودي وهي الكلمات المكتوبة في سفر العدد اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك من كل قلبك وكل نفسك وكل قوتك إلى جانب جزء آخر يحفظونه هو الأساس الذي يتعلم كل طفل يهودي أن يصليه نهارا وليلا كل يوم إذن لديكم صلوات هل لديكم صيام؟ نحن نصلي ثلاث مرات يوميا صباحا ومساء وبعد الظهر وهناك أيضا صيام فلدينا أصوام في أيام معينة على مدار السنة مثل يوم كيبور الكفارة وهناك عدد من الأصوام التي نقدسها طوال العام لمختلف الأشياء وبعضها يتضمن عادة الصيام بانتظام على مدار الأسبوع هل تعشرون المال؟ تقدمون العشرة من المال؟ لديكم ما تقدمونه مثل الزكاة أو؟ نعم بالطبع فهناك شيئان أحدهما هو الصدقة والصدقة هي العطاء للفقير والمحتاج وهي أحد أوجه العطاء وهناك المأسير وهي العشور وهي تقديم عشرة بالمئة من دخولنا وذلك لدعم الأمور الروحية وهل تقومون بما يسمى بالحج؟ أي تذهبوها من مكان لمكان؟ أنا أعتقد أن كلمة حج هي في الواقع هاج في العبرية وبحسب النموس هناك ثلاث مناسبات أو عطلات وهي ثلاث مرات يفترض أن تذهب فيها لأرشليم أي تحج وهي البسخ أي الفصح وهناك الشفووت وهو المعروف بالخمسين وهو اليوم الذي أعطى الله موسى فيه الوصايا العشر والطوراء على جبل سيناء المقدس وهو أيضا احتفال زراعي نحتفل ببكورة الثمر والسكوت وهو عيد المظال رائع رابي جيسون أدركت الآن أنه ليس فقط هناك كثير من الشبه بل قد أحضرت معك بعض الأشياء التي ستريها لنا لكن قبل أن نراها منذ بداية حواراتنا معا وأنا دوما أراك ترتدي قبعة وهذا لا يقتصر عليك فقط بل كل اليهود يغطون رؤوسهم أرنا القبعة واشرح لنا معناها من التقليد أن يرتدي الرجال اليهود ما يعرف بالكيبا وهي غطاء رأس تقليدي يرتديه الرجال فقط وذلك لتذكيرنا بأن نضع في أذهاننا أن نخاف الله فهي تذكرنا أن الله فوقنا وأنه دائما يرعانا ويحمينا وأننا نحتاج أن نعيش بأمانة وباتساق لنكرم الله ونقبله كملك فوقنا يملكه على حياتنا إذن فهذا يعني أن اليهودي مثلك لا يسير بدون غطاء للرأس كما نراك هنا الآن هذا تقليد يهودي أن لا يسير الرجل أكثر من أربعة أذرع دون أن يغطي رأسه كما ترى كعلامة احترام وإكرام للإله هذا مشوق لأن ذلك موجود أيضا في الإسلام نعم لكن سبب ارتدائها عند اليهود هو مخافة الله مثلما يفعل الكهنة وهم يخدمون في الهيكل كان يجب أن يغطوا رؤوسهم فكانوا يغطونها وهناك نص كتابي عن كيف غطى داود رأسه وصعد الجبل ثم قام الشعب بتغطية رؤوسهم وصعدوا معه هذه علامة على الإكرام والإحترام أن الله ملك وهو من يملك علينا وهو رأسنا هذا أمر مشوق جدا لأن المسيحي عندما يذهب للكنيسة يقوم بخلع قبعته وعندما تذهب للمجمع تضع قبعتك كعلامة احترام وإكرام لله بتأكيد جميل ما الذي أحضرته معك أيضا لنراه معك نعم عندما نصلي صلاة الشماع في الصباح نرتدي شيئا نطلق عليه التفلين تفلين هي كلمة مشتقة من كلمة تفلاء أي الصلاة هتاني هما علبتان للصلاة نضع إحداهما حول ذراعنا ونقوم بلفها سبع مرات حول ذراعنا وأيضا نضع العلبة الثانية حول رأسنا وهذا في الواقع هو رمز أننا يجب أن نعيش خاضعين لله فقوتنا الجسدية في الزراع الأيسر لأنه الأقرب للقلب حيث توجد المشاعر إذن القوة الجسدية وأذهاننا كلها يجب أن تخدم وتخضع فقط للرب وهي تذكرنا بعلاقة العهد فعندما نلفها سبع مرات حول الذراع نحن نتذكر الزفاف حيث تدور العروس حول العريس سبع مرات في بداية الزفاف وهذا هو تتميم للجزء المكتوب في سفر هوشع أخطبك لنفسي للأبد وأخطبك لنفسي بالعدل والحق والإحسان والمراحم أخطبك بالأمانة فهذا يذكرنا أننا في علاقة مع الله وكيف يجب أن نحي أمامه وأننا يجب أن نلتصق به ونتصل بالرب دائما وأيضا نخدمه في تثنية السادس العدد الرابع فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك وكل قواتك ولتكن هذه الكلمات التي أنا أصيك بها اليوم على قلبك أربطها علامة على يدك والتكن عصائب بين عينيك ولذا تجدنا كل يوم نتمم هذا الأمر بوضع التفلين ما هو الموجود داخل التفلين؟ نحن نضع ناموس حرفيا علينا لأنه داخل تلك داخل هذه التفلين داخل العصائب أو علب الصلاة أربعة أجزاء من الناموس اثنان منها من سفر تثنية أصحح ستة وتثنية حداشر وهناك جزآن من سفر العدد أربعة فأنتم تحملون الناموس آسف من سفر الخروق أصحح تلتاشر فأنتم تحملون الناموس معكم طوال الوقت نحمل الناموس معنا طوال الوقت كتذكرة أن الله كان معكم في الماضي والحاضر والمستقبل كلمة الله مقدسة لذا نضعها جهة قلبنا وفي عقلنا كوسيلة ليعلن الله من خلالها اسمه علينا وأحضرت معك شيئا آخر لدينا ما نطلق عليه تاليت ما يرتديه الرجال اليهود عندما يصلون في الصباح يضعون شال الصلاة وعندما يغطون أنفسهم به فهذا جزء مما نفعله في الصلاة وهو هام خاصة عندما نصلي الشمع وأهم جزء في ذلك هو ما نعرفه بالهدب فهناك أربعة أهداب لهذا الرمز وما هو الرمز وراء ذلك؟ إنه أمر مميز الكتاب يقول عندما تنظرون إلى هذه الأهداب عليكم أن تتذكروا وصايا الله ونتذكر أيضا كيف أن الله أخرجنا من أرض مصر وصارى مخلصنا المقصود هنا تصحيح خطية الجواسيس الذين انساقت قلوبهم وراء عيونهم إذن عندما ننظر لها لا ننسى أبدا ونتذكر أن نرفع عيوننا إلى الله وأن نكون أمناء ونحفظ ما أمرنا به وعندما نغطي أنفسنا بالتليد وكأننا نغطي أنفسنا بحضور الله جميل سنرى هذا عندما تباركنا في نهاية الحلقة أشكرك شكرا جزيلا لأجل الوقت الذي قضيته معنا ولكل ما شرحته لنا وقبل كل شيء أشكرك على قلبك ومحباتك لنا شكرا لك وجودك معنا كان رائعا إذن ستختتم أنت هذه الحلقة لنا جميعا بالبركة تلك البركة التي يطلبها الكاهن للشعب في المجمع والتي قلتها أنت اليوم لشعبك كتابع ليسوع المسيح يسعدني ذلك يا لها من رحلة مذهلة مع الراباي جيسون وتعلمنا في الحلقات السابقة عن الله وكيف يحبنا وعن الغفران غفران الله وكيف يقبلنا وتعلمنا أيضا عن كيف نغفر للناس وتعلمنا أن لدينا كثيرا من الأفكار والافتراضات الخاطئة عن الآخرين أتمنى أن يساعدكم ما تعلمناه ويساعدني ويساعد الجميع لنفتح أذهاننا وقلوبنا لقبول الآخرين ونجد الطريق الصحيح وقبل أي شيء أنا أصلي وأؤمن وأتمنى لكم أن تفتحوا قلوبكم وأذهانكم لذلك المسيح يسوع المسيح سوف يأتي لحياتكم وقلوبكم وبيوتكم وسوف يغيركم ويعطيكم رجاءا وحياة جديدة حياة تواجهون بها الآخرين وتسألون أسئلة وتحتملون وتحبون الآخرين فأتمنى أن يأتي يسوع ويدخل بيوتكم ويسكن قلوبكم ويبارككم والآن سننهي هذه الحلقة بالبركة التي نجدها في النص العبري البركة الكهنوتية التي يقولها الكهنة لشعوبهم كل يوم هذا الجزء من سفر العدد ستة أربعة وعشرين أمر الله هارون أن يصلي تلك البركة للشعب وأنا أطلقها عليكم يباركك الرب ويحرسك يرفع الرب وجهه عليك ويرحمك فليغمرك الرب بكرمه ويمنحك سلاما سلاما بلا أي فقد ولا أي كسر في اسم ملك السلام رئيس السلام يسوع المسيح أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر